اشتغلت في فترة عظيمة مع النادي الاهلي ولعبت في فترة عظيمة مع النادي الاهلي مع أبرز أسميه يمكن ربما في تاريخ النادي الاهلي يعني وإنت كنت واحد من الجيل ده فيه يقول لك مثلا إيه لما تشتغل مع جيل كبير وفيه لعيبة مميزة جدا هم بيشلوك شوية وإنت بتشلوهم شوية فالدنيا بتبقى حلوة إنت اشتغلت مع الجيل ده وبعد كده اشتغلت في مرحلة قد تبدو انتقالية ما بين جيل وجيل آخر كانت مرحلة مش سهلة وإن كان يعني الاهلي دايما بيكسب حتى في المراحل دي بس إيه الفرق من المرحلتين ديته زي عملت معي هم مرحلة انت فوسط جيل شايلين بعضينا وجيل تاني انت المفروض انت اللي تشيلو هو طبعا انت وصفت الموضوع بالزبط لكن هما أنا بقول ان هما ثلاث مراحل زي ما انت قلت وفيه مرحلتين الجيل العظيم وبعد المرحلة انتقالية وبعد المرحلة اللي هي الأخيرة اللي هي ممتدة لحد دلوقتي الجيل اللي ابتدى نرجع لأفريقيا تاني بشكل كويس وكاس على مأندية والسوبر أفريقي طبعا من 2008-2009 ده صعودي الفريق الأول زي ما انت قلت وصفت جيل عظيم جيل كان ساعتها لسه واخد بطولة 2008 من القطن الكاميروني في الكاميرون وبعدين بيستمر عطاقه في الدوري وفي امطلاط أفريقيا وفي الوكاس العالم وفي الوكاس العالم من الأنجزات اللي هي استمرت نجوم كتيرة وأساطير كتيرة موجودة في الوقت ده انت كل اللي انت بتفكر فيه وصف الجيل ده انت تعمل شغلك وصف الجيل ده كل اللي مطلوب منك تعمل دورك بس دورك وبس بس هم عارفين هم بيعملوا ايه عارفين بيتحركوا ازاي عارفين بيكسبوا ازاي بحضروا نفسهم للماتشاط ازاي بيعرفوا يجيبوا البطولة ازاي يمكن الفترة دي كان الكابتن حسن البادري موجود وكان هو اللي دور انه وصعد عدد كبير من قطاع النشئين كان احنا عندنا كاس علام الأندية كاس علام الشباب في مصر نضمينا الفريق الاول بتادينا مسيرتنا مع النادي الاه اللي كنت انا والجلي اللي كان موجود معايا وبعدين وسط النجوم بقى اللي موجودين ابو تريك بركات حفظ الالقاب طبعا والجمعة جميرته متع البلال يعني اساطير غالي شوقي نجوم كبيرة جدا بتادينا بقى نحط رجلينا معهم طبعا كان حلمي بالنسبة لك الاول ان انت موجود وسط الناس دي وان انت بتشوف الناس دي بتفرج عليهم وفترة مانوو الجوزي مكانش متعارف اول ان يطلع عدد كبير من النشئين يتمرم مع الفريق الاول دي كابتن حسام البادل وغير المفهوم ده وابتدى يدي فرصة للنشئين لكن الميزة ساعاته ان كان فيه لعيبة كتير مميزة وقطع النشئين اه يعني انا حتى دلوقتي بقعد اكلم من لعيبة مفيش عدد كبير تقضي يعني كان حسام سعد 8 او 9 عايب يعني كان سعد سمير وإحمد شكري وشهاب وشهام محمد وكان محمد طلعت وطوبة يعني عدد كبير جدا كان موجود فاشتغلنا مع الفريق الاول فترة طلع بعد كده تريزي جي وعمر جمال ومنجة وبعدين بقى رمضان وكريم بامبو يعني كان فيه فعلا لعيبة كتير مميزة جدا اشتغلنا بشكل كويس وبعدين خدنا بقى بطولة افريقيا 2012 و2013 بعد 2013 حصلت المرحلة انتقالية اللي انت بتتكلم عليها اعتزل معظم لعيبة الجيل الزهبي زي ما بيقولو كلهم فجأة انت حسيت ان انت بايت لوحدة فدي عليها البيت وبعدين برضو لعيبة دي كتنجوم لعيبة دي كتبتدير ماتشات جوه الملعب عارفين يكسبو ازاي عارفين امتى يهدو ريتم الماتش عارفين امتى يخرجو بالماتش لا ومن ناحية تانية يعني لو كان الايلي بيخسر وكيتنادرا يعني لو كان بيخسر ماتش مش ساعد اللي هيشيلها لا يعني فيه ناس تانية كهي بتشيل دايمن الاسماء الكبيرة هي اللي بتتحمل الاسم بالضبط كده فانت قيت نفسك فجأة بيتانك كبير انا الكبير هنا فانا اللي هيشيل كل حاجة عارفين و14 صح كابت فتح مبروك خدنا معاد دوري اللي هو كان دوري المجمواتين وبعدين فجأة اللعيبة كلابة الثالت كان موجود بس من الجيل احمد فتحي وشريف كرامي محسام عشور دول الثلاثة اللي كانوا موجودين من الجيل ده وابتعد النادي غير جلده صفقات تنجح صفقات ما تنجحش 2015 خسرنا دوري وبعدين جي بقى بسيروس تلم المسئولية وبعدين كسبنا سوبر وابتعدت من 2016-2017 بقى كانت من افضل المواسم مع كالتن حسن البدي رجعت تاني 17-18 كانت على مستوى الشخص من افضل المواسم لي اخدت فيهم احسن مدافع واحسن لايب في الدوري 17-18 من المناسبة الاهلي لعب كرة حلوةً من افضل ماوسم يعني انا في التجارب الكابتن حسن البدري كلر مع النادي الاهلي دي كمان افضل تجربة لكابتن حسن البدري مع النادي الاهلي طبعا مرفوري ومن افضل ماوسم اللي تلعب فاه كرة يعنى ماخدتش حقها صاح لمكم خساراتنا اللي بطولة افريقيا ساعتها ماخدتش حقها لان دي كتت موسم بيطلعب فيه كرة عالمية وكان الكابتن حسام البدري عمل تشكيلة مميزة جدا ما بين الشباب والخبرة وبرضو يعني هو من المدربين اللي هم فضل علينا كاقطع ناشين وعلينا كساعد بشكل شخص جيل ده على ما أتذكر يعني بجري من أنت قلت أفضل مدافع بس كان محور أداء النادي الأهلي في وسط الملعب الكابتن حسام البدري كان بيشتغل له عبدالله السعيد على ما أتذكر يعني طبعا أداء واحد كمان من أفضل مؤمن عبدالله السعيد بيشتغل مؤمن ربنا شفيه ومواليد سليمان وأوجاية وبيخش مع أوجاية واليد أزارو وجي فترة كابتن حسام لها بفتح وعشور اتنين لعبت نصف ملعب وهاني وعلي معلول وكتنا واحد جازي الفترة دي وشريف إكرامي وحتى شريف إكرامي كان من أكتر المواسم حقا فرقة حلوة بصراح فرقة حلوة طيب مين انت قلت لي أفضل مواسمك هو 17-18 أه 17-18 ده أفضل مواسمك معنادي الأهلي بالنسبالي وتصابت في 19 وتصابت في 19